تنعقد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية الجزائرية المجرية المختلطة اليوم وغدا ببودابست تحت رئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري محمد عبدالحفظ هني رفقة نظره المجري وحسب بيان للوزارة أو لوزارة الفلاحة الجزائرية فإن الوزير الجزائري الذي يقوم بزيارة إلى المجر اليوم وغدا على رأس وفد من عدة قطعات سيجري محادثات مع عدد من الوزراء المجريين وأعضاء مجلس الأعمال الجزائرية المجرية وستتناول المحادثات مختلف ملفات التعاون والشراكة بين الجزائر والمجر وأفاق تعزيزها في عديد المجالات وقطعات التنمية في البلدين اشتركوا في القناة